نفس الأمر يا جيمي زي الأهل يختارك دفاعات العين اللي هي أصلا مختركة تلقائيا طيب محمود قال رقم مهم جدا قال إن آخر تسعة مباراة اللي العين استقبل فيها أهتف وآخر واحد وعشرين مباراة بتكلم عن نصف موسم يعني آخر واحد وعشرين مباراة استقبل فيها عشرين يعني ما قدرش يحافظ على نظافة شباكو إلا في مباراة وحيدة من واحد وعشرين نقطة تانية عندهم مشكلة كبيرة جدا جدا في مبادئ الدفاع مبادئ الدفاع رغم أن اللعيب اللي بتكلم عن محمود دي تب تتكلم على فابيو كارتوزو لا يقل فتاح عن كوامي اللي هو اسمه كاكا بالمناسبة معرفش كاكا جاب الاسم من هنا وكاكا مبار منه يعني دولت لتنين سنتر باكات ومعهم بدر أحبابي كابتن الفريق ولهوا كل الاحترام لكنه هو مش بيكسر يرجع وما بيقدرش يرجع ما بيقدرش يرجع ده كابتن الفريق الأساسي وكابتن الفريق والظهير الأيمن الأساسي بتاع الفريق وأخطر لعيبة عندهم إيريك وكمان عندهم مشاكل دفاعي طيب أنا لما رأكون فريق ما بعرفش أعمل رقابة ولا أعرف أعمل اسكان ولا أعرف أرتد طيب أنا بعمل إيه؟ يعني هم لفل بتاعهم في الدفاع أقل بكتير من مدارس الكورة بكتير بكتير تعال نشوف في لقطات هنمشي عليها بسرعة لأن محمود عرضها أعرض لي الأول ده لا يا حبيب بص هنا هوريك حاجة خيالية شايف اللعيب اللي في آخر الصورة تحت خلص الباكليفت رينان لودي طبعا اللعيب الشهير بلعب في الهلال شايف راجل ده شايفه ده فين في كام لعيب في الكرة دي قبل ما تتلعب كام لعيب مسابقوا في الملعب ناحية مرمى العين مرمى العين اللي على يسار الصورة اثنين أربعة ستة تمانية من العين ومن الهلال فيه خمسة تمام تخيل ان العيب ده يطلع هنا بعد ما مشي لك السور ورحك بقول انفراد كامل ادي هي بص بص الرجل طالع عمل للسبرينت كامل 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 ادي كامان واحدة اللي بعديها اللي بعديها اللي بعديها بص كامل لعبة لسه ما نجيتش كامل جو ده جاي من آخر الدنيا قال لهم أنا جاي وركب مواصلات وعدى وعدى خط النص كلمهم قبل ما يروح وهم مش موجودين شوف اللي بعديها ده خلي بالك انا بتكلمك على بيلعب الهلال يعني محضر نفسه كويس يعني عارف قوة الهلال يعني عارف ان هو لو هاجم هيتحاسب وبص الشكل عامل ازاي بص بقى هنا ادي الاتنين بص وقف هنا فين الباكرايت يا كريم فين الباكرايت بتاع خلي بالك اللقطة اللي فاتت انا كلمتك على الباكرايت مش موجود الرجل عمل جري 60 يار ده وراح جاب جون طب هنا فين الباكرايت في السورة دي طب في الباكليفت لا في باكرايت ولا في باكليفت هما الاتنين واحد ده قلب يدفع والتاني اللعيب اللي جامه ده اللعيب بركة الستة راجع بيدافع بص بقى اللي بعده انفراد من نص المرحب كميل وانا بلعب الهلال فين على ملعب العين كميل انفراد رأس الحارس خارد عيسى جون اللي بعده سالم برضه اللي بعده بص بص وقف هو سالم برضه بص هنا الماتش 4-3 الاتنين اللعيبة بص بقى الكرة دي هتعمل والرجل هيروح يرقص الاتنين اللعيبة لعبت الهلال 4 ولعبت العين بقى 4 في الالتداد في الالتداد فانت بتتكلم على ان الكرة دي الراجل ناصر خدم نصر حارس سيء جدا عنده مشاكل كتير دفاعية فادي المشكلة الاولية بتاعت الترانزيشن ما جوش والله بمنتهى الانصاف ما جوش في الترانزيشن يعني بعد ما بيفقد العين الكرة ويلتد عشان يدافع ما جوش تعال بقى نشوف الرقابة اللي كان بيتكلم على محمود محمود اتكلم على كاك اللي هو كوامي لا هو لا كوامي ولا كاردوزو ولا اي حد عندهم لا بيرائب ولا بيشوف لا بيرائب ولا بيسكان ولا بيعمل اي حاجة بص كمل بص هنا الراجل ده هيروح هيحط الكرة على العرض كرة تقليدية كلاسيجية ناصر ناصر الدوسر بالنسبة العيب كبير اوي لكنه العيب مش قاول بيني بص بص سلم الدوسر يا عفوا الكرة دي لما هيروح الراجل هيعدي هيعدي هيعمل الكرة دي دلوقتي وهيدخل بص بص جاي منين بص جاي منين يا محمود جاي من اخر الصورة خالص بعدش يرجع الصورة بعدها اللي بليها على طول جاي من اخر الصورة خالص اخر العين فوق تحت كلمة العين ده اخر العين ده اللي هيحط الجون كمل بقى فرمين كمان كمان واحدة كمان واحدة بص جاي كل ده الراجل مكمل جاري كمان بص بص الحجز المدافع ببراحتك يحجز وخش جوة 18 وقعد خد لك كرسي خد كرسي الرجل وقعد وحطت الكرة ببطن رجله في المقص وهم مش معاه خالص هاي فبنتكلم هاي اللي بعديها اللي بعديها كمان دي النقطة اللي كنتكلم معها اي حد هنا واقف كرسي يقولك الرجل اللي واقف على نقطة الكنالتي ده اللي حطاه لا ده اللي واقف قدام التلاتة هو اللي حطاه فانتا بتتكلم لا رقابة ماشي لا رقابة ولا ولا سكانين ولا وعي بالمكان ولا ارتداد ولا اي شيء هما دفاعيا في نقطة بس السؤال عايز عليكم في الاخر ومعايا تراتين سانية لا تراتين سانية للأسف خلاص احنا افوارنا بشان اخد دي